السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا أيها الأخوة الكرام ما زلنا مع تفسير سلسلة الأسماء نهارضا هنتكلم عن اسم لأول وهلة حينما يقع على أذنك سوف تستبشر به خيرا نهارضا هنتكلم عن اسم نصرة يعني بعض الناس بتنطقوا كده وأحيانا من الممكن أن يكون اسم نصرة واللي اتنين بمعنى واحد ونصرة بيدل على النصرة أو على النصر فلأول وهلة حينما يقع اسم نصرة على أذنك في المنام قبل أن نذهب إلى التفسير أنت إنسان قد وقع عليك ظلم قد وقع عليك ابتلاء قد يكون هناك بعض الأعداء وبهذا الاسم سوف تنصر عليهم ولن ينالوا منك ولن يعني تؤذى منهم بأي شيء إن شاء الله فهذا الاسم يدل على النصر على الأعداء ده بالنسبة للكلام ده يعني بصفة عامة دعونا ندخل في بعض النقاط البسيطة إذا رأى شخص اسم نصرة في المنام أو نصرة هذا الرأي يتصف بالشهامة والشجعة البنت العزباء إذا رأت هذا الاسم هذه الرؤية تبشرها بالأعمال الصالحة التي تعملها وكأن البنت العزباء إما أنها تنصر بعض الناس يعني عندها إمكانية إنها تنصر بعض الأشخاص وهتنصرهم وده جميل ومحمود والإسلام أمر به وطلبه وإما أنها تحب الخير والأعمال الصالحة وبالتالي هي تساعد الناس بصفة عامة أما رؤية المرأة عموما لهذا الاسم هذا الاسم يبشرها بالنجاة من المخاطر وأما بالنسبة للمرأة الحامل هذه الرؤية تبشرها بالشهامة وبالقوة التي تتمتع بها في مرحلة الحمل ثم يعقبها الولادة تظهرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة